اشتركوا في القناة وزير التنمية الاجتماعية أشاد سعدته بمبادرة تدشين الجائزة باسم السيدة محفوظة زياني تكريما لمسيرتها في المجالات التطوعية لأكثر من سبعين عامة والتي تمثل نموذجا للعطاء لافتا في هذا السياق إلى أن الجائزة تتعكس إدراك عائلة الزياني بالحس الإنساني والمجتمعي لا سيما وأن أهداف الجائزة متوافقة مع مسارات استدامة العمل التطوعي فضلا عن إسهام الجائزة في ترسيخ الشراكات الهادفة نحو بناء المشاريع والمبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع ودعى سعادة الوزير أفراد المجتمع ومؤسساته لمواصلة هذه المسيرة وللطلاع عن كثب على أثر تلك المبادرات الإنسانية ليتسنى صياغة الخطط الهادفة لإحداث التأثير الإيجابي المنشود مؤكدا أن تدشين الجائزة دليل على رؤية عائلة الزياني نحو دعم التمييز في العمل الاجتماعي بكافة قطاعاته طبعا نحن سعيدين جدا بوجودنا في حفل تدشين جائزة محفوظة الزياني العمل الإنساني طبعا جائزة لها أبعاد مجتمعية كثيرة فيها التقدير والتشجيع وفيها أيضا الاستدامة للأعمال الاجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع أفراده وأسره الحفل كان جدا مؤثر الرابط الأسري بالإضافة إلى الدعم وتكامل الجهات من جهات حكومية والقطاع الأهلي وأسرة الزياني طبعا نحن حابقين كوزارة تنمية الاجتماعية أن نكون موجودين وندعم هذه النوع من الاحتفالات طبعا أنا سعيدة جدا بحضور تدشين هذه الجائزة أمانة قبل لا تكون جائزة تحمل أو معنى العطاء الإنساني أكثر مما هي حسينة مثل ما نقول بروح الأم والعطاء والمحبة وهذه أقل شيء ممكن يعني خلن نقول أنه يقدم حق مثل هذه الأم العظيمة ونحن سعيدين جدا بهذه الجائزة لأنها ستكون جائزة بمثابة فرصة لأنه يكون هناك تنافس إيجابي من خلال وجود الشباب للإبداع في العمل الإنساني هذه الجائزة تعد أحد مبادرات مجموعة الاستثمارات الزياني في مشاريعها ومبادراتها في الشراكة المجتمعية تهدف الجائزة إلى تشجيع الأجيال القادمة للعمل الإنساني أسوة بما قدمته الوالدة حفظها الله على مدى مسيرة 70 سنة انتدت في العمل الإنساني في البحرين وخارج البحرين نرجو أن تكون هذه مساهمة بسيطة في إثراء المساهمة المجتمعية في مملكة البحرين وتمتد إن شاء الله من البحرين إلى الوطن العربي في النسخ القادم ترجمة نانسي قنقر